الامريكي ممكن يقدر انه يعمل لنا خضة يعمل لنا ربشة مش بالحرب الجوية ولا البرية ولا البحرية ولا بالمواجهة العسكرية يقدر يشتغل على فكرة الحرب من الداخل ولو لاحظتم خلال الايام هذه وسائل التواصل تغلي غليان كل يوم في موضوع فلان اعتقلوا جهاز الامن والمقابرات فلان اخذوه مدريما فلان سووا كذا فلانا با يعدموها يعني هذه الناشطة فاطمة العرولي اخوها مدريما اتصلوا قال لوقت اخبا اعدميه بيوم كذا كذا طلع كتب تغريدة انتشر الخبر طيب هل الذي اتصلبه شخص مسؤول اتصلبه حد في المحكمة في النيابة لا 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 مدريما اتصلوا يجيوه معمر الارياني اتصلوا وبعد ما فعل النثر خري يصرح معمر الارياني الوسائل اعلام العدوان شوفوا اشيقوله يمنيا حذر وزير الاعلام معمر الارياني من اقدام ميليشي الحسي على تصوية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي بعد 15 شهرا من اختطافها وايخفائها قسرا اجيد انا ادور وابعسس واتصل هنا واتصل قالوا لا في هذا الكلام ولا في حد با يعدمها ولا عاد يعني قضيتها في المحكمة وعاد في اجراءات تقاضي وفي مرحلتين من اجراءات التقاضي قادمة ويمكن يلغى الحكم عليها وتخرج بعفو او يمكن انه يعني اقصد بس التوقيت توقيت اثارة المواضيع هذا الذي الامريكي يشتغل عليه واللي نبهنا منه في السابق كثير مرات انه يتم استغلال هذه المواضيع واحنا مقصرين من جانبنا في الرد يعني المفروض انه الجهة المختصة للملف هذا عندي اول ما يشوفوا هذه الاخبار انتشرت لا تستهينوا بهاش لا تقولوا شو غير كلام مفسبكين ولا هو غير كلام مغردين بمنصة اكس لا هتموا يصدر بيان توضيحي من الجهة المعنية سواء زالة العدل او النائب العام او الجهة التي تشوفوا انها مناسب يعني يقولوا لم يصدر قرار بالتنفيذ ولا زالت القضية في المحكمة وماذا لقل الناس تفهم يعني هذه المواضيع هاللي يقدر العدو يشتغل عليها ترجمة نانسي قنقر